فعل أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش جميع الهجمات على الموظفين الأمميين مطالبا بحماية العاملين في المجال الإنساني وكتب جوتيرش على منصة إكس أن قصف مركبة تابعة للأمم المتحدة في غزة أدى إلى مقتل موظف أممي وإصابة آخر كما ذكر أن 190 موظفا لدى المنظمة الدولية قتلوا منذ بداية الحرب وكرر الأمين العام نداد أهو من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية داعيا إلى الإفراج عن جميع الرهائن وفق منشوره